مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله إليكم ملخص لأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أجواء باردة وغائمة ماطرة أيضا على فترات ولكن تخف شدة الأمطار تدريجيا وقليلا يوم الاثنين استقرار على الأجواء بإذن الله مشاهدينا فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الصور الأقمار الصناعية نلاحظ كميات كبيرة من غيوم شمال المملكي وتتجه من شرق البحر المتوسط باتجاه الشرق لكن معظم تأثيرها كان وسيكون على المناطق الشمالية والوسطى أحيانا بعض الغيوم الغير سميكة تؤثر على الأجزاء الشمالية من جنوب المملكة أما الأماكن التي سيحدث فيها هطول فنلاحظ أن الهطولات ستكون تقريبا متركزة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة هناك زي ما حكيت بعض الفرص لهطول بعض الأمطار في شمال المناطق الجنوبية من المملكة وإن شاء الله تخف يوم الأحد بعد العصر الأمطار تدريجيا ويميل الجو إلى الاستقرار يوم الاثنين أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء باردة نسبيا غائمة جزئيا فرصة لسقوط زخات متفرقة من مطار على فترات الرطوب النسبية مرتفعة وأيضا يخشى من تشكل الضباب خاصة في المناطق الجبلية وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة يوم الأحد أجواء باردة غائمة مواطرة لكن الأمطار تخف شدتها تدريجيا خاصة بعد عصر يوم الأحد ودرجات الحرارة أقل من معدل العظمى بحدود 11 درجة والصغرى بحدود 9 درجات الأحد ليلا أجواء باردة غائمة أيضا يتشكل الضباب في كثير من المناطق خاصة مناطق المرتفعات الجبلية والبارية والسهول وهذا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح الاثنين والثلاثة استقرار على الأجواء وارتفاع تدريجي وقليل على درجات الحرارة الاثنين الأجواء مع بين مشمسة وغائمة جزئية نهارا أيضا باردة نسبيا وأثناء الليل الأجواء باردة نسبيا العظمى المتوقعة 14 والصغرى 9 درجات مئوية الثلاثة أجواء مشمسة نهارا باردة ليلا العظمى 15 والصغرى 9 درجات مئوية أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة من المملكة نبدأ في المناطق الشمالية المناطق الشمالية أجواء باردة غائمة ماطرة بإذن الله الأمطار تكون غزيرة أحيانا خاصة في شمال المملكة تؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه وجريان السيول في المناطق الشمالية اربد العظمى المتوقعة 15 والصغرى 11 عجلون 12-19 جرش 15-9 والمفرق 15 إلى 8 درجات مئوية أما المنطقة الوسطى أيضا المنطقة الوسطى تبقى الأجواء باردة غائمة ماطرة على فطرات لكن فرصة الأمطار تضعف بعد عصر يوم الأحد بإذن الله البلقى 12 إلى 10 ومأدبى 12 إلى 8 البحر الميت 21 إلى 17 عمان 11 إلى 9 والزرقى 16 إلى 9 درجات مئوية المنطقة الجنوبية أجواء غائمة جزئيا أقصى شمال المنطقة الجنوبية ممكن تسقط زخة من المطر الكرك 14-9 الطفيلة 13-9 الشراح 10-6 العقب 20 إلى 12 ومعان 14 إلى 7 درجات مئوية أما المنطقة الشرقية المنطقة الشرقية أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا فرصة الأمطار ضعيفة لكن ممكن تحدث أحيانا خاصة في المناطق الشرقية وبالذات المناطق الشمالية الشرقية من المملكة أن النظام الجوي يتحرك إلى الشرق الأزرق 18 العظمى والصغرى 7 الصفاوي 17-7 والرويشد 17 إلى 7 درجات مئوية مشاهدينا شكرا للمتابعة نترككم في أمان الله النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن الجي الرؤية الحديثة مختبرات ميد لابز 57 فرعا في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعود وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة